فكتلخيص للأشياء التي تحدثنا عنها في وقت سابق رقم واحد قلنا أن هناك فرق بين القوالب وورد بريس الكلاسيكية والقوالب الجديدة التي اسمها قوالب لوك تيمز أو قوالب المكونات هناك فرق تحدثت عنهم في الجزء رقم واحد في جزء رقم اثنين تحدثنا عن مفهوم مصطلح جديد من مصطلحات وورد بريس الجديد وهذا المصطلح هو محرر الموقع الكامل وتحدثنا لماذا هو محرر الموقع الكامل هذا الشيء تحدثت عنه في جرقم اثنين اليوم في جرقم ثلاثة فإذا لدينا هذا المصطلح الذي تحدثت عنه في المرة السابقة يوجد مصطلح جديد ستجدونه أيضا عند التعامل مع قوالب وورد بريس الحديثة وهي البلوك أو المكونات فمثلا لو ذهبت أنا لكل الصفحات مثلا وأقوم بإضافة صفحة جديدة فمثلا كتبت مثلا صفحة جديدة مثلا صفحة اختبارية مثلا هكذا عنوانها اختبارية ولدينا هنا إذا أردت أن أضيف شيء مثلا في الوضع الطبيعي القديم القديم كنا نكتب هكذا نكتب مثلا هذه فقرة عفوا هذه فقرة ونكتب يعني شيء كهذا ثم أصبح لدينا يمكننا إضافة مكونات أعتقد هذا ليس شيء جديد يعني ما زال موجود أو موجود منذ سنوات ومن خلال هذا الشيء يمكن أن أضيف مكونات هذه اسمها مكونات لاحظوا أيضا في الأعلى اسم مكتوب مكونات يعني بلوكس والمكون هو شيء معين عنصر بالموقع معين يؤمن وظيفة محددة معينة فإذا المكون ليس شيء كبير ليس مثلا ليس شيء يؤمن أكثر من وظيفة لا المكون يؤمن وظيفة واحدة مثلا لدينا مكون العنوان ووظيفته أن يعرض لك عنوان فقط فدعونا نجرب العنوان فإذا قمت أنا بإضافة العنوان ها هو فمثلا سأكتب هذا عنوان أو أكتب مثلا ترويسة اثنين وفعليا هي اثنين لأن هنا الاختيار يمكن أن أختار الترويسة فإذا نلاحظوا هذا هو مكون وإذا أردت أن أعرف برمجيا كيف يتم وضع هذا المكون مرة أخرى يمكن أن أنقر لهنا على هذه النقاط محرر الشفرة البرمجية فإذا نلاحظوا هذه هي الترويسة مرة أخرى فلاحظوا كيف تظهر بالمكونات ببرمجة المحرر يعني أو الشفرة الشفرة يعني الكود يعني فهنا نلاحظوا هذه الترويسة اتش تو أنا مثلا كمطور اتش تميل أعرف أن ترويسة تو يعني ترويسة اثنين يعني اتش تو وأكتبها بهذا الشكل فإذا هذا اتش تميل بحث ويعني مفهوم ومعروف لكن الشيء الذي حدث فعليا هو أن عند إضافتي أنا بالمحرر عنوان مكون العنوان عند إضافتي له من مكونات وورد برس فأضاف هنا اتش تو الاتش تميل التي أعرفها وكتب العنوان وأغلقها جيد جدا أضاف كلاس هنا هذا الكلاس تم إضافته بشكل أوتوماتيكي بمعنى أن هذا الكلاس أنا لم أقم بإضافته عند إضافة مكون تم إضافته بشكل أوتوماتيكي وهذه أو بشكل ديناميكي فهذه الكلاس ستجدها ستجدها وكمطور نظرك سيراها كثيرا فبالتالي النمط الخاص بها الذي ستراه أمامك هو أنها ستبدأ بورد برس بهذا الشكل داش بلوك وثم اسم هذه البلوك فهنا ستجد مثلا هيدك جيد فهنا تم إضافة هذا الكلاس الممتاز الموضوع الثاني الذي ستجده أنه تم إحاطة هذا العنوان أو هذا المكون بهذا الشيء تم إحاطته بـ tag أو بـ HTML نحن نرى هذا الشيء كـ comment فعليا يمكنك أن تفكر به كـ comment لكنه له معنى وليس مجرد comment فضلا لاحظوا wordpress يقوم بـ المكونات الخاصة بـ wordpress يكتب الـ HTML الخاص بها لكن يحيطها بـ tag هذا التـ tag يشبه الـ comment بالـ HTML لاحظوا يفتحه ويغلقه بهذا الشكل لاحظوا هذه هي إغلاق ويكتب اسمه هنا في المنتصب لاحظتم جيد جدا فإذا الآن الشيء الذي سأقوم به هو أن هذه الترويسة لاحظوا نقرت عليها وذهبت إلى هذا لاحظوا بجانب نشر يوجد هذا الشيء أنقر عليه هنا يمكن أن النظر في الصفحة وفي المكون فلاحظوا هذا الشيء مرة أخرى أنقر عليه فأنا بالمكون مثلا لو أردت مثلا أن أجعل هذه الترويسة 2 يعني H2 بالـ HTML H2 لكن أريد أن أتم عرضها بخط صغير حجم الخط صغير small لاحظوا سيتم تصغير الخط لكنها ما زالت H2 فإذا أردت النظر مرة أخرى بالمحرر كيف أصبحت بالشفرة فإذا نلاحظوا كيف أصبحت بالشفرة ما الشيء الذي حدث فعليا شيء نوعا ما سحري وغريب نوعا ما هو أن بيتاق بهذا التعليق تعليق لـ HTML الذي أسمعناه تعليق HTML لأنه يشبه تعليق HTML تم إضافة هنا JSON Object وJSON Object يعني شكلها كهذا إذا كنت لا تعرف ما هي JSON Object يكون شكلها بهذا الشكل وتتكون من مفاتيح وValue كيف وValue فتم إضافة لاحظوا بداخل التاج تم إضافة أن font size هو small ولاحظوا أيضا بالـ H2 أضافة class جديد لها واسم هذا الـ class has-small-point-size وهذه الصيغة أيضا ستراها كمطور هو أن عندما تقوم بإضافة خصائص معينة attributes معينة للـ heading أو لأي مكون فـ WordPress سيترجم بعض من هذه الـ attributes الموجودة هنا سيترجمها لـ classes وسينتج لها classes بشكل أوتوماتيكي وستبدأ هذه الـ classes باسم has كذا جيد has شيء معين فمرة أخرى لنخرج من هذه الشفرة البرمجية محرر مرئي مثلا هذه الترويسة مثلا لو أردت مثلا تغيير لون الخلفية أو لون الناص لاحظوا يوجد ألوان هنا لدينا مثلا لو اخترت مثلا اللون الأحمد مثلا جيد والخلفية اخترت هذا اللون ما هذا اللون هذا اللون لاحظوا مثلا أو هذا بهذا الشكل فطبعا لن يظهر لدي هذا الشيء لن يظهر لأن الخلفية الموجودة هنا هي نفسها الموجودة لهذا يعني خلفية الصفحة كلها نفس خلفية هذا اللون فلا نتراها لكن لو كتبت أزرق مثلا لاحظوا ستراها فالآن مرة أخرى نتاب إلى الشفرة البرمجية فلا نلاحظوا كيف التغيير سيحصل لاحظوا تغييرات كثيرة لكن هذا الشيء الذي نحن نحاول أن نقرأ وأن نفهمه فركز معي مرة أخرى قام WordPress بإضافة هنا إضافة جيسون مرة أخرى لكن بأسماء جديد دعوني أتركها الآن كما هي وأنتقل فورا للكلاسز فلا نلاحظوا بالكلاسز نفس الكلاسز السابق وأيضا السمول font size ما زال موجود لكن تم إضافة أخرى من ضمنها هات primary color primary color أو اللون الرئيسي هو اللون الأحمر أعتقد هو اللون الأحمر ربما اللون الأحمر ولاحظوا هنا has contrast background color هذا اللون الذي أنا اخترته الأزرق أم الأحمر نسيت الآن سنرى مجددا و has text color و has background هلا فهذه اللون الأخرى تم إضافتها بشكل أوتوماتيكي مجرد أنني قم بإضافة لون للباككراوند سيضيف كلاس اسمه has background مجرد أنني أضافت لون النص سيضيف كلاس اسمه has background مجرد أنني أضافت لون النص سيضيف كلاس اسمه has text color ما هو هذا الكلور التكست color وماذا هو هذا الباككراوند فإذاً يتم إضافته أيضا من خلال classes بهذا الشكل وبالنسبة للهيدنج هنا فإذاً أيضا تم إضافة json object مجددا الشيء الذي شرحناه قبل قليل font size و لدينا هنا style طبعا أنا سأترك style الآن لأنها معقدة تبدو نوعا ما لكن لاحظوا أضافة هنا key background color الذي هو اسمه contrast و أيضا text color primary فسأذهب للمحرر العادي المرئي و ثم أريكم الشيء بالصبحة الرئيسية كيف يبدو بعد التنفيذ فإذاً لاحظوا النص أنا أعطيته لون primary فبالتالي كتبها has primary لون الخلفية اخترت هذا اللون contrast صحيح فإذاً بالتالي ظهر كتبها هذا الشيء كتبها has contrast background color فالآن لو قمت أنا بالنشر هذا فإذاً ثواني إذا قمت أنا بالنشر وذهبت لي طبعا تم النشر فإذاً هذه الصفحة شاهدت الصفحة فإذاً لاحظوا لاحظوا بالموضوع أن ظهرت كما هي فعلياً بالمحرر ظهرت نفسها لكن نحن يهمنا الكود ما هو الكود الموجود فإذاً ليه نرى بداية أنا سأقوم بتحديدها هذه الترويسة لاحظوا هذه الترويسة جاية تقوم بتحديدها من هنا تحديد الألمنت فإذاً لاحظوا الكلاس الموجودة هنا فإذاً لدينا كلاس هنا اسمه wordpress blockheading جاية لدينا has primary color و has primary color يفترض أن أراه هنا موجود لدينا ها هو has primary color لاحظوا الكالر هو عبارة عن CSS variable أنا أعرف هذا ربما صعب قليلا لكن دعونا نرى بهذا الشكل ستجد أن هذا الكالر هو red جاية فالشيء لنراجع مجددا عندما نحن قمنا بوضع لون النص أحمر الذي هو لون primary color أضافه بشكل أوتوماتيكي has primary color class لل H2 وبالصبحة الأمامية طبعا تم تحميل قام بإنشاء الكلاس لنا بشكل أوتوماتيكي الذي هو has primary color والذي يكون فيه ال color يساوي طبعا has primary color هو موجود ب inline class بهذا الشكل موجود هنا بال classes وأعتقد أيضا سيتجدونه هنا سيتم تحميله هنا ربما أو ب classes هذه ها هو هذا هو سيتم تحميل هذا الكلاس لأنني فعليا استخدمته أو هذه الكلاس سيتم وضعها هنا لاحظوا أن تم وضعها أعتقد هنا ضمن global styles inline CS أنا أعرف أنه ربما هذا الصعب قليلا لفهمه لكن أنا أعتقد أنه هذه الأمور ضرورية جدا للفهم خصوصا إذا أردت أن تكون متطور WordPress يعني هذا الشيء نضطر نحن أن نشرحه وأن نوضحه لأنه بالنهاية ستستخدم وستستخدم هذه الأمور لكن أنا أعطيت فكرة يعني أقوم بوصل النقاط معه فنعد للفكرة فإذاً لاحظوا فإذاً تم إنشاء has primary color بشكل أوتوماتيكي هذا الكلاس وتم إضافة اللون له بالنسبة لهذه هذه variable أعتقد يجب أن أشرحها بفيديو آخر لكن هنا لاحظوا أيضا has contrast background color أيضا تم إنشاء هذا الكلاس لي وتم إضافة له تم إضافته هنا بالH2 وتم إضافة له اللون الأزرق لاحظوا has small font size نفس القصة جيد واستخدم هنا CSS variable وإذا قمتم بوضع المؤشر هكذا ستجدون أن الشيء معادلة رياضية معقدة موجودة هنا هذا الشيء جدا 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 متقدم ربما نتحدث عنه ربما لا نتحدث عنه لكن الفكرة أن WordPress فعليا بالمحرر الرديد يؤمن خاصية الجعل font size responsive دون المعرفة بالbreak points يعني نحن نحدد مثلا إذا كانت مثلا عرض الشاشة مثلا 700 بيكسل ف font size يجب أن يكون مثلا 10 بيكسل مثلا إذا كان مثلا حجم الشاشة كبير مثلا أو عرضها كبير مثلا 2000 بيكسل فإجعل مثلا font size مثلا 32 بيكسل حجم الخط يكبر كلما كانت الشاشة أكبر وحجم الخط يصغر كلما كانت الشاشة أصغر فبهذه الطريقة نتأكد أن font size responsive ما حجم الشاشة يعني يتغير حجمه ما حجم الشاشة لكن فعليا WordPress يقوم بحساب ذلك بشكل أوتوماتيكي بهذه الخاصية الجديدة التي باستخدام font sizes والطريقة التي تتعامل معها WordPress نضرب بشكل سريع بشكل أوتوماتيكي يقوم بالحساب بناء على width الشاشة مثلا يقوم بالحساب بشكل أوتوماتيكي كيف ما هو حجم الخط الذي يجب أن يكون وأنت تعطي مثلا أريد حجم الخط أكبر حجم الخط يمكن أن يكون مثلا 40 بيكسل وأصغر حجم خط 12 بيكسل فـ WordPress يأخذ القيمة الأولى والثانية وحسب عد الشاشة يقوم بالحساب ويعرض لك حجم خط معين فبالتالي يكون حجم الخط فإذا وجدت أنت مثلا بالـ font size يوجد مثل هذا الشيء فهي معادلة تقريبا معادلة بـ CSS يمكن من خلالها معرفة لحجم الخط بناء على الشاشة هذا يجعل حجم الخط جيد فهذه من المميزات المحرر الجديد وطريقة التعامل معهم بـ WordPress ومالأخرى هناك كثير من المعلومات يصعب تسهيلها أكثر من هذا وبالتالي لذلك لدينا هذه الـ هذا البث المباشر حتى خطوة خطوة نحو الأمام حتى يعني نكون حجر بناء يعني حجر فوق حجر حتى يكون يتكون لديك معرفة مناسبة لتطوير WordPress الحديد وليس القديد فنكمل فإذاً هذا بالنسبة لـ font size لاحظوا ما هو الأشياء مثلا WordPress أعتقد في مكان ما ستجد مثل هذه ستجد الـ classes الخاصة بهذا الـ class أو rules القواعد قواعد سياسة الخاصة بهذا الـ class فأيضاً هنا فقط وأيضاً يوجد class هنا تم إضافته WordPress elements وكذا وهذا WordPress elements فعلياً هذا الـ class الذي اسمه WordPress elements بهذا الشكل لنرى إذا كان سيتم تقديمه بـ الواجهة الأمامية هنا WordPress elements نعم ها هو هذا هو WordPress elements إذا دعوني أرى أين تم بعلياً أنا يتم تحميله مرة أخرى يتم تحميله بـ inline style واسم هذا الـ inline style core block support inline CSS طيب ما هذا المرة أخرى دعونا نرى ما هذا الـ WordPress elements الذي له رقم طبعاً لأنه generate أوتوماتيكي فبتالي يعطيه رقم إذا ما هذا الـ style ما هذا الشيء الموجود فيه فنلاحظوا فيه عن الـ a tag color ويضع أيضاً مرة أخرى variable primary وهذا هو فهذا هذا هو طيب هذا الـ inline style هذا الموجود هنا من أين جاء فعلياً ففعلياً جاء إذا ذهبنا إلى تحرير الصفحة مجدداً فذهبنا إلى قبل أن نذهب هنا مثلاً وهنا المكون ولاحظوا أن من اللون من اللون تختار لون النص تختار لون الخلفية وأيضاً تختار لون الرابط بشكل أوتوماتيكي تم اختيار primary أو أنا اختيرته لا أذكر حقيقةً فمثلاً وهنا تختار التحويم أو التأشير ما هو سيكون اللون على أي حال لا مشكلة فإذاً هذا الرابط إذا ذهبنا إلى الشيفرة هنا فسنجد أن الرابط تم إضافة style هنا وهذا الـ style هو عبارة عن object فيها الـ elements و الـ elements هي link وثم أضافة الـ color الخاص بها و color text وهو هذا فإذاً ما هذا الشيء دعوني أخبركم عنه هذه القصة ما هي الفكرة أن كل مكون من مكونات ورد برس له elements يمكن أن يكون له elements موجودة فيه يعني مثلاً أنا لدي مثلاً هذا paragraph مثلاً أو هذا h1 أو h2 أو أي شيء بداخله يمكن أن أضع بداخله link فإذاً هو مكون عنوان لكن يمكن أن أضع link بداخله يعني a tag بالـ h8 فالمكون الرئيسي هو عنوان لكن elements الموجودة فيها عناصر هذا المكون يمكن أن تكون a tag أو link أو شيء آخر واضح؟ فبالتالي هنا الفكرة نعود إلى هنا الفكرة هنا أن لدينا نحن عفوا لدينا h1 جيد لدينا h1 أو h2 h2 لدينا نحن وبداخل هذا h2 يوجد مثلاً اعتبرنا أن إذا كان يوجد رابط أو نريد أن نضيف لون رابط إذا كان موجود فبداخله يوجد elements وهذه elements يمكن أن تكون a tag ويسمي a tag وبالتالي وجدت هنا مالشيء المكتوب مكتوب أن style elements link طيب ما الشيء الذي أنا أريد فعلياً style له بالlink أريد style للcolor لون بـ wordpress لا أعطي color مباشرة بل أحدد ماذا؟ فيوجد خيار أن أعطي لون للتكست أو لللنك أو للـ background فأنا أريد لون للتكست فأكتب text وثم أضيف اللون مثلاً وهذا الشيء الذي حدث هنا فعلياً إضافة style لـ elements الـ elements تحديداً نريد من الـ link نريد تحديد اللون من اللون نريد تحديد لون النص وهذا طبعاً أنا كتبت شيء آخر هنا أنا أريد تحديد لا صحيح كتبت صحيح أريد تحديد لون نص الرابط هذه هي الجملة وتم إضافة تم إضافة اللون طبعاً اللون هو طبعاً بـ css إذا أردت مثلاً بإضافة مرة أخرى بـ css ثم الـ variable أكتبها هكذا أكتب var كذا هذه variable css هنا أنا أكتب json هنا فيجب أن يعني لا يمكنني أن أكتب var كذا فالطريقة التي أكتبها WordPress أن تكتب var وثم colon ثم تكتب preset لأن هذا هو preset ها هو preset ثم تكتب color ثم primary وبينها تفصل بقائم هذه الطريقة يعني يمكن أن تعتبرها syntax فهذا بخصوص هذا الموضوع موضوع هل نكمل أو نتوقف حقيقة لا أعرف دعونا نرى طيب الآن أنا شرحت عن هذا التاج الموجود هنا الذي هو العنوان ووضحت لكم كيف يكون طيب هذا التاج العنوان مرة أخرى نفتحت الشيفرة أصبح لدي مثلا هذا التاج العنوان هذا الشيء إذا قمت أنا بنسخه جيد وذهبت إلى مثلا WordPress وذهبت إلى المظهر ومحرر المحرر كل شيء جيد فيمكن أن أقوم بإضافة هنا قالب لصفحة مثلا صفحات أريد إضافة مثلا صفحة مرحبة هذا أريد إضافة لها قالب معين أحدثه أريد إضافة لها الشيء بقالبها الخاص طبعا هذه الصفحة لاحظوا صفحة مرحبة يعني بالشكل الافتراضي هي تتبع بالشكل الافتراضي هي تتبع قالب الصفحات لكن إذا أردت أنا أريد هذه الصفحة مرحبة أن يكون لها شكل مختلف عن باقي الشيء فيمكن أن تلاحظوا الآن مؤمن هذا لا يمكنني أن أعدله تم تأمينه هذه الأشياء لا يمكنني تعديلها سنتحدث عن التأمين لاحقا لكن يمكن أن مثلا إذا ذهبت إلى لا يوجد هنا شفرة برمجية نعم هذا هو محرر الشفرة برمجية فإذا نلاحظوا هذا قالب مرحبة هو موجود بشفرة مربجية حاليا معقدة بالنسبة لنا لكن ربما مثلا أنا الشيء الذي كتبته قبل قليل بالصفحة التي هي أضيفه هنا وأقوم بالحفظ والحفظ أتمنى لا يوجد مشاكل لا يوجد مشاكل فإذا الآن سنذهب إلى الرئيسية وإلى الصفحات كل الصفحات ومرحبة أين هي عرض مرحبة فإذا نلاحظوا هذه الترويسة ظهرت لي هنا هذا الشيء الذي أضفته طبعا هذه الصفحة يمكن أن أحررها أنا كصفحة أحرر كصفحة طبعا أنا بمحرر الشفرة برمجية سأذهب محرر برمجية يمكن أن أحرر لاحظوا الترويسة هذه اثنين الذي أضفتها للصفحة هذا الذي أضفتها لنموذج الصفحة لا تظهر لي بالمحرر هنا فقط يمكنني أن أكتب محتوى الصفحة أنا كشخص عادي يمكن أن أكتب محتوى الصفحة وستظهر لي ومع ذلك سيظهر لي في النهاية الترويسة فما الفرق أريد أن أتحدث عن الفرق بشكل سريع وأعتقد إذا كنت متتبع ستلاحظ الفرق ما الفرق بين التعديل رقم واحد تعديل رقم اثنين التعديل الأول الذي قمنا به أننا ذهبنا لمظهر ومحرر لأننا نريد تحرير شيء جذري بالموقع شيء أساسي بالموقع هو قالب نموذج صفحة معين نموذج ما هو النموذج يعني شكلها العام أو يمكن هذا فأنا يمكن boost خاص تبدوا نموذج عام بمعنى آخر يعني صفحة منشأة صفحة عادية منشأة فالنموذج الافتراضي لمرحبة هو نموذج الصفحات لكن أنا أريد تعديل على نموذج مرحبة لسبب أو لآخر فقم بالتعديل علي وأضفت هنا الترويسة التي أنشأتها قبل قليل أما عندما أقوم أنا أصبحت لدي صفحة مرحبة أردت تحرير الصفحة هنا تحرير الصفحة كصفحة تحرير محتويات الصفحة وليس تحرير نموذج الصفحة وهذا التحرير هو العادي الذي يقوم به كل أشخاص كل شخص يقوم بإنشاء صفحة يقوم بإنشاء مقالة يضيف لها محتوى أما النموذج الكامل هو الذي يحرره الشخص المطور أو المدير المدير الأساسي للموقع أو مصامم الموقع فهو يحرر النماذج والمستخدم العادي يستخدم هذا الشيء يستخدم الصفحات بنموذجها المعطى لكن لأنا للآن أصبح لدي نا محرر يمكن بالشكل الحديث يمكن فعليا أن نحرر كل شيء يعني حتى أنت مثلا ربما أنت مستخدم عادي أنا أعرف هذه الأمور صعبة بالنسبة لك لكن ربما أنت تعلمها أو تعريبها وأنت كمستخدم عادي تستطيع أن تقوم بهذه الأشياء بشكل عام دون الحاجة نوعا ما لكتابة هذا الشيء لم يكن بالإمكان وقت سابق لأنك احتجت المبرمج ليقوم ببرمجة مثلا شيء معين لكن أنت الآن طالما أصبح لديك محرر المكونات يمكنك مثل فكرة معنى الصفحات مجددا مثل فكرة معنى الصفحات أنت لديك مكونات تضع على الصفحات تريد التبهات